تمام يا جماعة راح نشرح اسا المحاضر الثاني المحاضر الاولى خلصتها البث محفوظ ولكن قطع بعرش الاسراح انت كتكلو برفع رمضا تمام البث محاضر التاني المحاضر لكل مستصعبها تمام هاي المحاضره كثير وصل للمسجلات ان المحاضره مفهومة او مش مترابطة راح حاول اشرحها واربطها نبدأ اول اشي بحكي لك عندك هنا steps in research and what it take to conduct research using the scientific method ايش يعني عندك هنا يعني انا كيف باختصار معنى كل هالجملة انا كيف بدي اعمل research او شو خطوات بستخدمها لحتى اعمل research الترجمة الحرفية لها شو خطوات العلمية اللي بستخدمها لحتى اعمل research تمام لحد الان تمام حطلك هنا بالبولد اهم خطوة تشوز اكوسمت وانفتيقات يعني لحتى اعمل research لازم يكون عندي سؤال لازم يكون عندي معضلة لازم يكون عندي شغلة بدي اعمل عليها research ليش ليش بيموت لما النار ليش الطفل بيموت لما النار من فوق ليش الشمس بتعمل UV اللي بتعمل skin cancer ليش التخين بيعمل cancer لازم يكون عندي مشكلة بتبلش بليش واي لحتى اعمل عليها جواب تمام اتنين اعرف الفرضي اللي عندي يعني والله انا عارف انه عند سؤال انه ليش التخين بيعمل cancer بدي احط العلاقة بينهم يعني identify a hypothesis متعلقة بال question يعني بدي احط علاقة او فرضية عندي بتفسر سؤالي انا بدي انا بعمل سؤال بحط فرضية تفسرها السؤال ثم بختبرها تمام يعني بحط اهم خطوة ان انا احط سؤال ابلش فيها كل ذا السرش ثم بحط فرضية من عندي بتفسر السؤال وبختبرها هل هي صح ولا هي خطأ تمام اثنين عندك هنا بدي احط prediction يكونوا testable يعني بدي احط تنبؤات انا قادر اتأكد منهم يعني بدي اعمل علاقة زي مثلا حكيته انه lung cancer مع التدخين تمام السؤال ليش lung cancer ليش التدخين بيعمل lung cancer تمام الفرضية انه تدخين يؤدي الى lung cancer التنبؤات المحتملة انه المريض رح يصير معه lung cancer يدخن تمام يعني بدي احط يعني الاول اشي حطت سؤال حطت فرضية انه هيصير معه lung cancer النتائج انه رح يصير معه lung cancer تمام اربعة design experiment to answer hypothesis question يعني اصمم تجربة او صمم عندك هنا عالية التجربة لحتى تأكد هل رح يصير معه ولا مش رح يصير معه شو يعني جيب انسان سليم خليه دخن لفترة زمنية معينة ولاحظ هل رح يصير معه lung cancer ولا ما رح يصير معه lung cancer تمام لحد الان تمام اثنين جمع بياناتك من تجربتك بعد مثلا شهر شوف ايش صار معه اه هل صار في بداية cancer هل في صار اه اندكيشن رح يصير معه cancer ولا ما رح يصير معه cancer جمع بيانات جمع بيانات باول تجربة عن حالته الصحية بنصها جمع بيانات وباخرها جمع بيانات تمام ثم اتأكد هل النتيجة طبعتك طلعت صح يعني مفيش اي عامل اثر خلات تطلع بالشكل بالشكل هاد يعني والله مثلا لو واحد بدخن تمام وصار معه lung cancer ممكن يكون مثلا والله مش بسبب التدخين ممكن مثلا ال x ray اتأكد هل اللي طلع معك هو صح ولا مش صح هل في اشياء مؤثرة ولا غير مؤثرة تمام لحد الان تمام بعدها عندك هل النتيجة داعمة لفرضيتك هل فعلا lung cancer كان سببه تدخين ولا مش تدخين اذا لأ ارجاع من اول حط فرضية ثانية وارجع عرفها من اول يعني اول اشي حط سؤال حط سؤال شاغل بالك اتنين حط تفسير لهالسؤال من عندك انت حاب تختبره ثلاثة حط تنبؤات ونواتج لفرضيتك اربعة صمم تجربة تختبر فيها الفرضية تبعتك خمسة جمع بياناتك ستة اتأكد هل اللي جمعتم صحيحين ولا لا سبعة اشوف هل اللي طلع معك يدعم فرضيتك ولا ما يدعمها اذا يدعمها برافو انت انت السجل سبعك قوي لو مش صحيحة عدن اول حط فرضية جديدة وحط اسئلة جديدة وعيدن اول تمام تمام دكتور حكي لحتي يكون السؤال عندك هنا سؤال يتضمن سؤال ممتاز او سؤال جيد لازم يكون خصائصه مجموعة بكلمة فاينر فاينر قابل للتطبيق ان والله انا قادر اجيب بيانات قادر اروح والله على مراكز الكنسر اجيب معلومات عن المدخنين والى اخرية اثنين ممتع ما احد يعني الناس هيهتم فيه لما تحكي الواحد والله يعمل بحث عن الكنسر هيهتم هيكون والله او انترسنج لازم اروح اساعدك فيه تمام اثنين نوفل جديد ما احد عمله قبلك مش معقول والله واحد عامل مليون بحث عن الكنسر يجي واحد ثاني عمل واحد جديد ما هو في مليون واحد دور لك على اشي جديد واعمله بعدها اثكل اخلاقي مش يعني ازم ان انته يفهمني والله مش انته النازك و عنده اخلاق او زهيك لا اخلاقي ايش يعني اذا انا ما نفعت ما بضر يعني مش اخلاقي انه اجيب واحد سليم و خليه دخن غصبا عنه لا الاخلاقي انه والله اصلا بدخن فانت بس بتتابعه تمام انت ما اجبرته على اشي اثكل مش يعني اخلاقي كاخلاقي البني ادم لا يعني تصرفات اخلاقية انت ما اجبرت حدا ما ضريت حدا بشكل عام. اذا ما ضريته ما بفيده. اذا ما فدته ما ضريته. تمام لحد الان. اخر واحد الار. ريليفنت. ايشي له علاقة في بيتك. وش والله والله اروح ادرس مثلا اللي هو المي الملوثة بالسودان شو بتعمل? ما هي بالسودان شو بدي انا? لازم ادرس اشي له علاقة في بيتي. اشي له علاقة في الاردن. مش ادرس والله مثلا اه ادرس اعمل بحث عشو على اه في امريكا. طلقات اه قد كما واحد بيموت من القن في امريكا. ما ايش دخل فيه? في امريكا. لازم ادرس اشي له علاقة في بيتي. تمام لحد الان يعني بعيد. حط سؤال. حط فرضية من عندك وتفسر هالسؤال. حط اه نتيجة هالفرضية. حط تجربة. تخطيب الفرضية. جمع بيانات من الفرض من التجربة. هل اي صح ولا مش صح? لو صح انت عملت سلاشت له غلط عيد من اول وراء ثمان. هذا حفظ بالترتيب. هذا اللي انحط على ستار. حفظ بالترتيب. هجيب لك سؤال انه اه اه اختار الترتيب الصح للسنت فيك مثود. هتحكي الاول اشي. تجوز اكوشن. اثنين ادنتفاي هيبوثيز. ثلاثة عندك هنا. تستيبل. اربعة. اه اه دزان اكسبريمنت. خمسة. يقول لك الداتا. ستة. اه اه حد اذا كان اه فالد او مش فالد. سبعة اه اه سببورت هيبوثيز. تمام لحد الان. هذا حفظ بالترتيب. ورح يجي سؤال. انا متأكد. يجي سؤال. بعدين عندك هنا. هضا حكاة الدكتور. مش عارف والله هل هو مطلوب منكم وليس مطلوب. بس احفظوا احتياته لانه حكاة الدكتور. بتذكر ان احنا اخذنا. يعني عسنتنا اخذنا بس ما اجاب عليه ولا اشي. بس احنا اخذنا. تمام لحد الان. تمام. حط لك هون مثال اه مختلف عن اللي حكيتو. فصال عندك هون مثالين. مثال بين كلامي ومثال من البوكس اللي انا اخذته. تمام لحد الان. تمام. هون يا بي ايه كامبوست لن تزلح عليها هذه الصورة. هون باختصار. شو بيحكي لك بيحكي لك انا كيف الات البحث العلمي برضو نفس اللي قابلها بس بس ب الات مثاليه ثانية. هون بحكي لك اول ايش انا عندي مثلا ااłączي مسالا عندي مرض معين عنده انتيجي معينة بدي اعرب ايش سببها بدي اشوف شو الاك Exposure او شو الخصوص تبعها الفرضية شو بعمل بشك بمجموعة من العوامل يعني والله أنا وعندي منطقة تمام فيها عنده كثير عالي كثير عالي تمام بشك بمجموعة من العوامل اللي قد تؤدي للنغ كانسر اللي هم عندك هون شو بيحكي لك عندك هون عوامل متعارضة تؤثر على ظهور المرض يعني عندك هون بشك بكم ممكن يؤدي لأوتكم أو إلى مرض تمام لحد الآن تمام أنا كيف بشك بجيب معلوماتي من وين كيف بلاحظ من والله أنا بشتقل المستشفى تمام وبشوف والله الناس المرضى بيجوا معايا بأماكن كثيرة أو بيجوا مرضى كثيرة معهم لن كانسر بلاحظ ان والله بسألهم شو أكلت وين قاعد شو وين ساكن بجمع معلومات منهم من من تصرفات سرية إثنين عندك هون ايش يعني بشوف هل كلياتهم عندهم نفس السيمتومز نفس الساهن هل في حدا والله عامل عراض أكثر عراض أقل وبجمع بيانات بعدين عندك هون شبه هكذا عندك هون سببوليشن هف هير أو لور ريس إيش والله مثلا هل إربد فيها لن كانسر أعلى من عمان إذا آه ليش وإذا لأ إيش ليش يعني هل في عامل معين في إربد بيعطى لن كانسر أكثر أو بيخليهم مثلا يصيروا أكثر تضرر إذا آه ليش وإذا لأ بدور عائش ثاني تمام لحد الآن تمام اللي بعدين عندك هون هل في وجود فاكتور معين المرض برتفع يعني والله هل مثلا بالصيف المرض برتفع أو هل بالشتاء الكانسر برتفع أو بيقل إذا آه ليش برتفع إذا لا روح لدور لك على عامل ثاني تمام لحد الآن تمام اللي بيكون نفس الشي يعني هاي بس بيحدد لك أنه كيف ممكن تلاحظ الاكسبوجر كيف ممكن تشوق بكوز معين أو كيف ممكن تشوف اللي هو مسبب لمرض معين تمام تمام بعد ما أنا شكيت في واحد منهم مثلا عملت هذا وعملت هذا очно قير مختلف عن handsome وهن، طلع معي إكسبوجر معين طلع معين والله ايشي أنا رأيتك انَه عنده مMay tiene بعد ما أنا شكيته ما بأعمل بbud احدده بحدد شو أنا شكيت فيه وبحدد شو المرض يعني مثلا تحددلك لك Linuk Cancer حددت انه هكسب见 الإكسبوجر هو الإشي الليЯ إنت ممكن أن يكون مسبب هو أكسبوجر فأنا حددت انط pasa العملتي الإكسبوجر هو التدخين ست jealousy حددت efecto والأوتكام هو لن كانسر يعني بسمي عندكم الإي إكسبوجر شو هو هيكون السموكين هو السموكينج تمام والديزيز بسميه برضو أوتكام شو هو لن كانسر يعني أنا حدثت شكيت شكيت بالسموكينج تمام و قدرت أعزلها خلال البراكتس تمام و حددت الأوتكام اللي هو اللنك كانسر يعني أول بالسموكينج والثانية عرفت الإكسبوجر اللي هو السموكينج و عرفت الإشي اللي أنا رح أدرسه هو اللنك كانسر تمام يعني أول خطوة شك بعامل اثنين حدد العامل والأوتكام اللي إنت عم تعمل عليهم بحث تمام تمام ثلاثة عندك هنا حط فرضية يعني حط فرضية تفسر العلاقة بينهم تمام يعني أنت عندك هنا الكوز و عندك هنا الأوتكام حط لك فرضية توضح العلاقة بين السموكينج واللنك كانسر و ممكن نحكي مثلا شو عندنا نحكي هنا نحكي سموكينج سموكينج كوز لنك كانسر هاي هي فرضيتي يعني أنا شكيت بالسموكينج عرفت الخطوة الأولى شكيت بالسموكينج الخطوة الثانية عرفت لسموكينج واللنك كانسر اللي هو الاوتكام الخطوة الثالثة حطيت فرضية انه السموكينج يسبب لنك كانسر تمام تمام هذولا الخطوات الثلاثة احفظ لي بس هادي انت عندك بس تحفظ لي ثلاثة تحفظ لي اثنين وتحفظ لي عندك هنا واحد ثلاثة اثنين واحد هذولا كثير سألت عنهم هم مش حفظ هم بس مصادر للمعلومة يعني بس تكتفهم ان والله بجيب علومة من هون ومن هون ومن هون ومن هون هذولا مش حفظ بصم مش حفظ بصم هذولا فهم اللي حفظ خطوة واحد خطوة اثنين وخطوة ثلاثة اللي هي فورميليت اسبيسيفك هايبو ثيثيزم اوكي لحد الان اوكي طبعا الاكسبوجر سيكون ريسك فاكتور عامل خطر اثنين عامل حامي ثلاثة عامل متغير واربعة علاج راكل راح اشرحوه في المحاضرات الجاية تمام لحد الان تمام هون صح انا حكيت لك حط فرضية نقرأ باللنكليل سيكتب لك كذلك عندك هنا فريم وايبوثيسيز which seeks to answer a specific question , يعني حط لك فرضية شو انا سؤالي كان شو علاقة السموكينج واللنغ كانسر انا حطت فرضية انه السموكينج يؤدي الى لنغ كانسر هاي الفرضية بتجوب سؤالي الي هو شو العلاقة بينهم انا سألت سؤال شو العلاقة بينهم حطت فرضية بتجاوبني بتحييلة عندك هنا السموكينج يؤدي الى لنغ كانسر تمام لحد الام فانا جوابت على السؤال من خلال صياغة فرضية بين الإكس بوجر وبين الأوتكم تمام لحد الآن تمام بعدها عندك هنا هاي معلومة فرعية المفروض طبعا تكون في مقدمة لكل إشياء أخدته بس الدكتور حطها بعيد شو هكي لك عندك هنا باسيكي كواشين ان ريسيرش أهم سؤال في الريسيرش هل في علاقة بين الإكس بوجر والأوتكم يعني هل دراسي لها فايدي أصلا يعني والله أنا مش معقول والله أحكي لك إنه أكل التفاح ممكن أثر على الكولون كونسر شو دخل هاد في هاد يعني مية بالمية ما فيش علاقة في جدائعة تاعب حالي أيام واسنين وأشهر أحاول أجيب علاقة بين التفاح وبين السرطان القلون واضح مية بالمية إنه ما فيش علاقة فالسؤال الرئيس عندي هل في جودة أو هل في فايدة من كل ما أنا بعمله هل فعليا في علاقة تمام وإذا في علاقة شو هي تمام هون السؤال هنا هل حكيت لك الإكس بوجر هو العامل تقريبا تقريبا المسبب رح أشرع كله بعدين والأوتكم هو عبارة عن الناتج عبارة عن الدزيز عبارة عن إشي ينتج من الإكس بوجر وهو عبارة عن المسبب تمام لحد الآن تمام بعدها عندك هنا استادي ديزاين ايش يعني استادي ديزاين أو ديزاين استادي مش أنا حكيت لك والله بدي أعمل بحث عن السموكينج أعمل لك بحث عن السموكينج واللنغ كانسر صح؟ أحكي لك هاي سموك واللنغ كانسر الدزاين استادي هي إش الطريقة اللي أنا بجمع منها بيانات يعني أنا مش بدي أجمع بيانات عن المرضى وبيانات عن كم واحد بدخن شو بدخن نوع دخانه آلية جمع البيانات كيف أنا رح أجمع بيانات كم مريض رح أشوف كل كم مد رح أشوف المرضى بسمية عندك هنا استادي ديزاين أو ديزاين استادي تمام لحد الآن؟ يعني هذولا رح أشرحهم كله في المحاضرة الخامسة أو السالسة كل واحدة معناها كل واحدة ما أنت بستخدمها كل واحدة كيف صغط سؤالها والآخرية بس اعرف لي هون إنو ديزاين استادي هي عبارة عن آلية جمع البيانات أنا كيف بدي أجمع بيانات كم واحدة كم مريض رح أشوف مثلا مثال سريع كيس سيريز معناها عندك هنا دراسة مجموعة من الحالات لو أنا استخدمت أو اعتمدت الكيس سيريز معناها رح أجيب أبو عشر عشر حالة وأدرسهم كاملين مثلا كروس سكشنل ايش يعني كروس سكشنل يعني والله أنا بجيب واحد من الشارع بخلي عبي استباني بأخد معلوماته وبتركه ما بعرف منه لا بتابعه بأخد فقط حالي واحدة وبمشيه تمام؟ مثلا كيس كونترول في حالة الكيس كونترول هاي طريقة كثير معتمدة إنه والله أجيب إنسان مريض بإكس بوجر معاهم بأوتكم معين وإنسان سليم ما فيش أي في إشي بدرس شو خصائص هاد وشو خصائص هاد بجمع بيانات من الكيس اللي هي الحالة المريضة والكونترول اللي هي الحالة غير المريضة طبع الكونترول في الطب معناها إنه إنسان سليم والكيس معناها إنسان مصاب أنا بدرس حالة مصابة وحالة سليمة تمام تمام يعني الكوهورت كوهورت يعني بجيب إنسان ما صار معادي يدكز معاي كوهورت مهمة إنسان ما صار معاهم مرض بس عالكس بوجر يعني إنسان بدخن بس ما معا لنكانسر بمسك هالإنسان اللي هو ما تغني أحكي إنسان إكس هو بدخن تمام بدخن يعني يعمل تباط علي أن تابعه فترة زمنية معينة لحد مثلا لما يصير معا لنكانسر بشوف خلال هالفترة مصار معا تغيرات مصار صار مصار معا مصار معا كونسر تمام كوهورت إنسان ما معا مرض بس عنده إكسبوجر بضلني أتابعه لحد تصير معا مع الأوتكم والمرض وبعديها بعمل بدراسة على الحالة أنا تبعها تمام إذن كيس سيريز حالات متعددة بجيب أبو عشر عشرين بني آدم بدرسهم كروستكشن إنسان بمسكه مرة واحدة لمدة زمنية قصيرة بأخذ معلوماته وبعدين ما برجع له مرة ثانية كيس كونترول إنسان مريض وإنسان سليم بشوف شو علاقة شو الاختلافات السليم عن المريض كوهورت لا بمسك واحد عنده إكسبوجر معين ولكن ما عنده أوتكم بظلني أتابعه لحالة نعمل ديبلوبين الأوتكم وبشوف شو الاختلافات وشو التغيرات اللي صارت عنده لحد الآن راندوميز كونترول كينيكا تريل إيش يعني لما أنا أدرس عندك هنا مجموع من الناس باخدهم عشوائيا يعني والله بروح على إربد باخد عشرين بني آدم من مختلف ناتق إربد وبدرس عليهم تمام؟ أهم إشي وهي أقوى واحدة وهي أقوى واحدة في كل هذول هي الراندوميز هي The most strongest study design اللي هو الراندوميز كونترول كينيكا تريل تمام؟ أنا أجيب مجموعة من نفس شكل عشوائي أهم كلمة شكل عشوائي وبدرس عليهم إذن نعيد سريع ديزاين استادي هي عبارة عن آلية جمع البيانات أنا كيف رح أجيب بيانات بين آدم رح أدرس كيف رح أدرس متى الوقت كم المدة والآخرية أول واحدة كيس سيريز مجموعة حالات كروس سكشنل حالة واحدة فترة زمنية واحدة ما أرجع لها كيس كونترول إنسان مريض وإنسان سليم والفرق بينهم كوهورت إنسان عنده إكسبوجر بسنال حتى أعطيك هنا أودكم وبدرس تغيراته وأخر واحدة راندوميز بأخد عيني بشكل عشوائي تمام يا حد الآن؟ تمام؟ نذهب بعدها إلى الاسوشيييشن اللي هي العلاقة طبعا دكتوركم بحاط كل كونسبت بجهة ببلاد يعني مفهوظ هذه الاسوشيييشن تكون أول إشي مفهوظ هذه الاسوشيييشن تكون في أول إشي ولكن نمشي معه، شلو نعمل؟ أول شي عندك هنا معناها الاسوشيييشن معناها عندك هنا علاقة تمام؟ تمام؟ بيحكي لك عندك هنا from the result مش أنا اختبرت عندي هون الفرضية تبعتي من الريزولت اللي معاي هل في علاقة؟ ولا ما في علاقة؟ يعني مش أنا اختبرت اللانج كانسر والدخان مثلا درست أخدت كالسيريز أخدت عشرين حالة تمام؟ عشرين حالة مثلا عندك هنا عشرين حالة معاهم لانج كانسر تمام؟ عشرين حالة معاهم لانج كانسر يعني دخان عامل يرفع من خطر الإصابة بسرطان الرئتين تمام لحد الآن؟ تمام؟ إذن هناك علاقة إذن there is an association يعني الريزولت اللي عندي اللي هي خمستاش بخمسة حكت لي أنه والله في علاقة أو وضحت لي أنه في علاقة بين اللانج كانسر وبين السموكين تمام لحد الآن؟ تمام؟ عندك هنا يعني أسئلتي الطبيعية في كل research هل في علاقة؟ هل في إرتباط بين الإكسبوجير وبين الـ outcome أو بين الدزيز تمام لحد الآن؟ تمام؟ يعني ماذا نحفظ من هون؟ تحفظ لي عندك هنا بس أعلم عام التطبيعية ما هم الهدف الـ design study ليس بالكثير من اللي أنا حكيته عندك هنا اللي أنا حكيته عندك هنا اليو case series cross-striction إنسالية مش 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 منكم حاليا راح اشرحوا لا بالمحاضرات الجاية اعتقد محاضر خمسة او محاضر ستة تمام تعرفين من هون انه الاسوشييشن هي علاقة بين الاكسبوجر وبين الدزيز تمام لحد الان تمام هون علاقة احصائية بس احفظ لي بدي اعمل هون بس معناها يعني ايش معناه اه علاقة احصائية يعني اه الاكسبوجر كيف يأثر على المرض زي امعكت لك انت عندك هون انه اقسم خمسة عشر رياضيات خمسة عشر كم هي اعطيك ثلاثة اذا الناس اللي بدخن عنده ريسك فاكتور او عنده خطر الاصابة بالسرطان تبع الانجز ثلاث مرات اكثر من اللي ما بدخن يعني من كل ثلاثة مرضى من كل ثلاثة مدخن من كل يعني لكل واحد مصاب بلانج كانسر غير مدخن مقابله ثلاثة عندهم لانج كانسر كانوا مدخنين وبالتالي عندك هون الستاتيستيكال اسوشييشن معناها عندك هون اه اه ده الى رفع الاوتكم اللي عندي يعني حكيت لك عندك هون بدخنوا عشرين واحد معا لانجز كانسر خمسة اش بدخن وخمسة ما بدخن بحكي لك علاقة احصائية انه والله اللي بدخن عرض الاصابة اه ثلاث مرات اضعاف اللي ما بدخن تمام لحد الان فاحفظ لي التعريب بجبلك عندك هون ديفينيشن اوف اه اسوشييشن حاطلك هاي الجملة انت تكون حفظها تمام يعني من هاي الصفحة شو المطلوب سريعي تعرف لي بس شو انواع الدراسات تعرف لي ايش يعني التعرف لي اه شو لما يكون في علاقة ايش يعني وتعرفي تحفي اه معنى السلسكال اسوشييشن تمام لحد الان تمام الصفحة اللي بعدية بيحكي لك عندك هون انا هوا اه بالضبط هون انا بدي احدد هالعلاقة اللي معاي صحيحة ولا مش صحيحة يعني انا في اول الايف انه لما رحت مثلا على المركز احتلالةстраطان' صدفت انه اه لم buna اية من المستشفى صدفت انه انا عشرين من اصل تلاتين مراجعينها عشرين من اصل 10 مراجعين من اصل 365 مراجع من معايلك مولا صدفت ايك بيضحي، انه صدفت انه ا 진짜 يعني ان هو العشرين وستهلة ختمت من اصل 30 مراجعين ان اليوم معايلكم راضي breeا او معاهم كانسر بانواع مختلفة رحت له بكرة لحلقه مجوز ولا واحد معه كانسر الا انه اليوم صدف انه والله بايت شانس صار في عندك ولن كانسر بنفعش احكي هلا لو انا بني ادم مش فاهم هاي المادة بحكي لك والله اصح معناته عمان فيها كلها كانسر بتحكي ليه كلها كانسر بحكي انه فعليا اجاني عشرين واحد من اصل ثلاثين معاهم كانسر اذا عمان مدينة مليئة بالكانسر بس هو مش صحيح لانه اليوم اللي بعدي ايجا ثلاثة من اصل الاربعين معهم كانسر اذا العلاقة اللي انت لات خاطئة صارت بالصدفة عن طريق التشانس صارت صدفة انه والله انا لما رحت رجعتها بمرة كان كلهم معهم كانسر فهي عن طريق التشانس اتنين البياس انحراف يعني البياس معانا انحراف انه انا اخذ بيانات بطريقة مش صح انه والله بنفعش انا بدي ادرس كمواحد مع الكانسر في الاردن اروح على عيادة خاصة بنفعش حتعطي انه ولا واحد مع الكانسر ليش لانو ما فيش اي عيادة خاصة بتعالج الكانسر تمام لو رحت عند عيادة خاصة وحقيت لها بدي كم سجل عندك واحد يجاكي معها كانسر هتعكلك ما فيش شي ليش لانو انا رحت بطريقة خاطئة على مكان خاطئ جمعت بيانات طريقة خاطئة لانو مكان البيانات البيانية ما الهم يش دخل في الكانسر لو بدي اجيب بيانات صح وين بروح على الكيه وهما مركز الملك حسين للسرطان تمام؟ بالتالي إذا علاقة صح ليش صح؟ مهلا ممكن تكون خطأ بناء على الحالة زي ما حكيت لك أنه عشرين من أصل الاربعين على البيض أنه أنا عندي خطأ في أخذ البيعينات أو كونفاوندنج إيش يعني كونفاوندنج؟ يعني ممكن يكون والله عمان ملياني كانسر بس مش بسبب التدخين بسبب إشي تاني تمام؟ وأنا حطيت علاقة خاطئة بسبب كونفاوندنج قلوه عبارة عن عامل يؤثر على علاقة بشكل غير مباشر والله خلنحكي مثلا أنه عندك هنا إنسان عشرين من المئة زي ما حكيتك المثال نفسه عشرين إنسان معالنج كانسر خمسة عشر من المئة منهم بدخنوا وخمسة منهم ما بدخنوا تمام؟ هسا اللي بدخنوا ممكن يكون كمان بيشرب كحول تمام؟ والخمسة هذولة ما بيشرب كحول فالكحول عبارة عن كونفاوندنج عامل يؤثر على العلاقة الرئيسية بشكل غير مباشر يعني العلاقة المباشرة كانت شو؟ كانت سموكينج مع إيش؟ بعطيك عندك هنا لنغ كانسر هسا السموكينج مع لنغ كانسر هسا إنت عندك هنا الخمسة عشر دولة منهم بيشربوا كحولات تمام؟ فالكحول أثر على العلاقة الرئيسية بشكل غير مباشر فأدى لك إنه والله يرفع من مستوى الإصابة لنغ كانسر تمام؟ بشكل أكثر من الناس اللي ما بيدخنوا لما كان مجهول إنهم بذكروا تمام؟ بالتالي هذا بسمي كونفاونينج هو عبارة عن عامل يؤثر على العلاقة الرئيسية بشكل غير مباشر تمام؟ لحد الآن تمام؟ شو أحفظ من هنا؟ ما فيش فيه حفظ بدك تعرف إنه فيه أشياء بتأثر على صحة العلاقة اللي هي عبارة عن البياس والكونفاونينج مش حفظ بس فيهم إنه ممكن يطلع معاي يطلع معاي ببياس يطلع معاي كونفاونينج تمام؟ لأنه عجبة أم الحياة المعلومة هي بيحكلك عندك هنا We are not 100% sure about our study and hypothesis يعني مش كل الدراسات وإحنا مش متأكدين 100% من كل بحوثاتنا ومن كل فرضيئتنا في إيش بسمي عندك هنا ألفة أو إير رح أشرحه بعدين فيوكبت تقدير تشطبوها رح أشرحها بعدين في السيليبوس لمحاطرات قدام تمام؟ لحد الآن؟ تمام بعدها عندك هنا الhypothesis اللي هي الفرضيات حكيت لك في أول إشي أنت حط فرضية صح؟ هون رح أدرس الفرضية بشكل مفصل تمام؟ رح أدرس الفرضية بكل أنواعها تمام لحد الآن؟ تمام نبدأ واحد واحد لما أنا أحط فرضيتي بدي أخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل أول إشي السامبل سايز يعني كم العينة تبعتي كم حجمها كم إنسان رح أدرس فيه كم سيارة يعني لازم أخذ أحدد السامبل سايز كم مدينة عمان ورب دولة بس عمان تمام؟ اثنين شو البيانات رح أجمعها؟ يعني زي أعكد لك أنه هو المثال بالإدرس كورونا مش طرح أجيب بيانات السيارات رح أجيب بيانات الإنسان تمام؟ بعدها عندك هنا بحلل البيانات بشكل مناسب باستخدم أحسن طريقة أحلل فيها البيانات لحتى أطلع نتائج صحيحة بعدها عندك هنا بحلل بترجم بياناتي مش معناها من لغة للغة لا معناها بفسر بياناتي بترجم شو معناها شو هدف منها؟ بعدها بعمل ببليش أو بنشر هذا الريسيارش تمام؟ يعني مجموعة أوامل بأخذها في عين الاعتبار لما أعمل فرضية واحد السامبل سايز اثنين مالذي يجب أن تكون مهمة في التحليل ثلاثة التحليل المناسبة يعني الطريقة التحليلة المناسبة وأربعة التحليل المناسبة يعني هذول حفظ هذول أربع نقاط رح يكونوا حفظ معاكم تمام لحد الآن كل واضح علي بعديها هنا بحكي لك عندك هنا هايبو كيف أنا أصيغ فرضيتي شي خطوات وضع فرضية حكيت لك في أول إشي خطوات العلمية حط فرضية حكيت لك أول إشي خط سؤال بعدها حط فرضية بعدها حط اه اه تجربين حتى حتى أتأكر الفرضية صح بالتالي الخطوة التانية تتفرع إلى شو كيف أصيغ فرضية أي حط سؤال حط فرضية حط حط سلاش تفرعات كيف أصيغلها الفرضية أو كيف أحط هالفرضية الدكتور طبعا مش عارف شو بده لما أحط لك عندك هنا في سلايدات حط فرضية أول خطوة حط فرضية هيك بالدكتور اثنين عندك هنا اختبرها ثلاثة عندك حط عندك أو إشي عندك هنا حط فرضية اثنين حط آلية لاختبارها وثلاثة اختبرها هذول كمان حفظ هذول كمان حفظ تمام؟ يعني آليات عمل فرضية حط فرضية حط آ 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 انا كيف بدي احطها الفرضية او مثلا كيف بلاحظها يعني والله لما انا حكيت انه لان كانسر اهم اكتب وجره هو تدخين انا لاحظت انه والله كانسر فانا ما حطيت فرضيتي ما حطيتها من العدم ما حطيتها من الرأس لا انا بناء على ملاحظتي انه والله الناس اللي معاهم لان كانسر كانوا يدخنوا فحطيت هاي الفرضية هون حطيلك مجموعة من السورس اللي بتجيب منهم الفرضياتك اول ايش عندك هون الادب او الكتب يعني اقرأ الكتب اقرأ مشعرف شو اور بعدين سرقى حط فرضيات ايش يعني انه والله انت بتلاحظ اا اا الو انت عندك هون اا جربت صدفة وطلع معاك العلاقة فانت قابلت ابنيها تمام تلاتي عندك هون ملتنيشنال اا اه كمبيرجن ايش يعني والله الاردن عملت فرضية و او عملت بحث وأمريكا عملت بحث بس النتيجة اللي مع الأردن طلعت عكس النتيجة يلي مع أمريكا بحط فرضية انه ليش شو بحط سؤال اولي الشي ليش بعدين بحط فرضية والله الأردن عندها مثلا نمو سوكين ضعيف أمريكا عنده نمو سوكين عالي الأردن دولة نامية أمريكا متقدمة فأنا صغط فرضية من خلال اختلاف نتائج الدراسات بين البلدان تمام لحد الآن تمام أو من خلال دراسة الدروسة الوصفية والله مثلا واحد عمل دراسة على طبيعة مناخ الأردن ركز معاي واحد عمل دراسي على طبيعة مناخ الأردن ووصف مناخ الأردن ركز معاي وصف مناخ الأردن وصف الناس وظف السكان ووصف المناخ الى على آخرية فجأة طلع أنت عندك هنا مرض في الأردن تمام فأنا بروح على وصف wcześniej علموةम البلدان هل للمناخ علاقة بالمرض او لا؟ اذا في علاقة بحط فرضية. ما في علاقة ما بحط فرضية بفشك. او كرياتيبتي. ابداع. اشي عن ابداع؟ زي ما انت بحط في اسئلة الامتحان. اشي انت ما بتعرفوه؟ بتبليش تفكر. او مثلا لما يجيب لك الدكتور سؤال بالدمخ. تمام؟ انت بتبليش تربط وتعمل الفرضيات. صحب ولا خطأ؟ هيك نفس الشي. انه انت عندك هنا سؤال في الامتحان صعب بدك جواب اليه. تمام؟ انت تبليش تربط A مع B مع C. الكنسيبت هاد مع الكنسيبت هاد. الكتاب هاد مع الكنسيبت هاد. حتى ما تجيب عندك هنا جواب ممكن صح ممكن خطأ تمام؟ فهذا هو الكرياتيبتي. بالتالي عندك هنا وسائل ملاحظة او وسائل كيف انا اجيب هايبوتيسيز واحد انت تدريد التجارب الطبيعية المقارنة التجارب بين البلدان والدراسة الوصفية والابداع. تمام لحد الان تمام؟ هون الدكتور صراحة عندنا ما كان Cervical Cancer كان ايش يسميه عندك هنا هنا كولون كانسر. نفس الشي بس كولون كانسر. وجاب لنا السؤال بالميد والسؤال بالفاينل. تمام؟ جاب لنا السؤال بالميد والسؤال بالفاينل. شو هطل لك هنا هون? حطل لك احفظ لي اول ثلاثة من الانسيدنس واول ثلاثة من البريفيلنس. تمام؟ فتروح عندك هنا. اكبر خط بالأزرق اذا العام وهو الانسيدنس في اللون يوم فوق هذا. بالتالي اكبر خط هو هاد الذي جاء عوين? اسطرن افريكا. وبعدين عندك هنا عنده على اسطرن افريكا وعندك ان عشوه علي السورتن افريكا يعني اول ثلاثة عندك هون شو له انسيدنس لهم. افريكا ثلاثة اول ثلاثة. بعديها على المرتالية تستميه لم تخلح معكماء. تمام؟ يعني المرتالية هو الخط الازرق او هو الخط الهنل. بالتالي اكبر خط هو هاد وين بتلاقي عندك هون على ايرستن افريكا ثاني خط عندك هون عند الوستن افريكا وثالث خط هون بتلاقي هون اللي هو عنده عند الميدل افريكا تمام لحد الان الصوت منيح يا اخوان لسه الصوت منيح تمام بعيدا نسيتك نقطع بعيدا اول شي بétروح اول هينت هون بتلاقي عندك هون بيتلاقي عندك هون تقوم بتأكل لك عن اللون عبارة عن لون ازرج ومرتبة لون احمار بيتروح عندك هون يبتحكي عندك هون تمام seriously اذا توح اول خطها شو عندك هون. قطوة القيمة عندك هون هذا. أفريكا. والثاني. والثالث عندك هون عبارة عن شو عبارة عن ساوثرن افريكا. تمام فبتحفظ اليوم هذولة الثلاثة تمام. إذا واحد قطع. ممكن يجيب لك ديكتور سؤال أنه أقل شيء. فام. احتمال ضعيب بس هجيب لكي اعتقل. أقل شيء. إلا هو عندك هونه أقل شيء. أقل شيء. اثنين هو عندك شو عناه. أقل شيء في الانسيدنس. شو هو. وستن اسيا. ايجيا تمام. وستن ايجيا تمام. وعندك هنا، المورتاليتي قلق شوين في أستراليا ونيوزلندا يعني احفظ لعندك هنا احفظ لعندك هنا واحد اثنين ثلاثة للإنسيدنس المورتاليتي واحد اثنين مع ثلاثة يعني هاي مورتاليتي واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة يعني اول ثلاثة واحد واثنين والميدل عبارة عن مورتاليتي ولو انتحطاه احتياطا احفظ لي اقل اشي لالإنسيدنس والمورتاليتي تمام لحد الان صورة واضحة عشان افشق عليها واضحة اقبل كومنتات الصورة واضحة حتى انتقى الصفحة اللي بعديها الصورة واضحة في اي سؤال عليها او يعني على السؤال على الهايبورتاليتيز او اي شي اخدناها قربل او اش راح تقربل في اي سؤال لحد الان عشان اروع الصفحة اللي بعديها طبعا باخر البث راح احكلك شو تحفظ من كل التفريغ وشو مطلوب منك وانح تجأ اسئلة لانه المادة كثير واضحة بس بتاكفهم تمام واضحة نروع اللي بعديها بيحكلك عندك هون عنها انفيكتراسسسس انت اه كرونيك دزيز ايش yeah guarantee انفيكتراسسانهفك لان ف fears يعني الامراض المعدية والامراض المزمنة هاو 적ينيرتrating اختلاف جدا هائل겨 بين المدن تمام؟ تمام يعني السؤال هذا حاكاد دكتور اربع مرات وعادها بيحكي لك يعني بيجيب لك سؤال حكي لكي أنا هون إنه الجواب شو هون حطر لك عليس حطر لك معلومة حطر لك بعديها السبب يعني حطر لك معلومة وهون حطر لك عندك هون ليش ليش غريت أول إشي المناخ يعني الناس اللي عايشين بالخط الإستواء بتكون الشمس مباشرة فوق روسهم تمام؟ بالتالي بيصير معهم سكين كانسر أعلى أو احتمالية سكين كانسر عندهم أعلى لأنه الشمس مباشرة عندهم بعكس هؤلاء اللي عايشين بتبوين اللي عايشين مثلا في آيسلندا بتكون كله عندهم ثلج بتالي عندك هون فيش شمس بتالي اللي سكين كانسر أقل بكثير تمام؟ هو كلايمت اثنين زي الصين برويس كورونا الصين بوكلوا أي شيء في الحياة تمام؟ بتالي عندك هون اللي صار معهم انفكتوس اللي هو كورونا مرض معدي بسبب أكل أشياء بسبب ثقافتهم الثقافة عندهم إنه كل شيء بدك تمام؟ بتالي عندك هون أحد العوامل إنه cultural factor بحديها الدايت اللي هو إنسان شطي بي تأكله مثلا والله واحد كل أكله لحوم ما بقول لحوم احتمالية إصابة من أمراض منتقلة باللحم أعلى من الناس النباتية تمام؟ بعدين عندك هون الجينيتكس بمعناها المادة وراثية كل إنسان عنده مادة وراثية خاصة فيه تمام؟ يعني مش كلنا زي بعض والله في إنسان عنده مناءة قوية في إنسان عنده مناءة ضعيفة في إنسان جيناتو بتخليه عندك مثلا جسمه البنية جسمية عنده كثيرة قوية بتحمل مثلا التعب بتحمل التعب بتحمل الشمس إلى آخرية فالعامل الأول اللي خلائمت المناخ الثاني العوامل الثقافية الثلاثة الدايت وأربعة المادة وراثية أو الجينيتكس تمام لحد الآن؟ يعني من هنا حفظ كامل هاي لحد الآن كله حفظ احفظ لي إنه وحفظ لي عندك هنا ليش وحفظ لي عندك هنا ليه بتغير المكان إلى آخر أو من كنتري إلى كنتري تمام لحد الآن؟ تمام عندك هنا تسكريبتف ستادي ديزاين ركز معي مش تسكريبتف رسيرش تسكريبتف ستادي ديزاين يعني أنا آلية جمع اللي حكيت لك عندك هنا هذا الترم لحاله اسمه ستادي ديزاين آلية جمع البيانات تسكريبتف ستادي ديزاين آلية جمع البيانات بطريقة وصفية يعني أنا أجمع بيانات عن مش ليش يعني والله بدي أشوف مثلا واحد هون محمد بدي أعمل دراسة عليه أجمع عنه بيانات تسكريبتف أوصف شو هو طوله لونه عرضه إلى آخره تمام؟ دراسة وصفية فقط هسه هادي بتساعدني في إني أصيغ هايبوتلسطان وين شفنا هاي الجملة؟ ركزوا معاي هاي العنوان من شفنا؟ شفنا هون شفنا هون بالصفحة اللي قبلها شفنا في وين؟ في أماكن جمع البيانات شفنا في أماكن جمع المعلومات عن الفرضيات خلين أرجع له سريعا شفنا في أماكن جمع البيانات عن الفرضيات اللي هو عندك هنا؟ مش عارف والله هون راحت بس شفنا قبل إنه عندك هون سريع ديزاين بتساعدني في إني أحط فرضية لأنه بتعطيني والله هذا الإنسان شو خصائصه؟ شو بوكل؟ شو بعمل؟ إلى آخرية بجمع عنه بيانات بالتالي بتساعدني إني أحط فرضية ليس صار معها الأوتكم المعين تمام لحد الآن؟ تمام؟ بعدها عندك هون حكيت لك قبل معلومة إنه كيس سريز حالة متحدة يعني أكتر من حالة كيس سريز معنا عندك هون حالة واحدة بس أني أنا أتبع نهج الكيس سريز إنه أنا آلية دراستي مش آلية دراستي آلية دراستي أول خطوة كانت تسكريبتف أول نوع دسكريبتف آلية دراستي بالذكرى حكيت لك قبل هيك كوهارت وكيس سريز هظل نفس الشي معاهم يعني الكيس سريز برضو واحدة ثانية بتحت كوهارت والكيس سريز حكيت لك هي شرحت أول واحد اللي هي عبارة عن شو؟ أمسك مجموعة من الحالات وأدرسهم group of patient هيها هي المعلومة هون group of patient مجموعة من ال patient مش حالة واحدة اسمها series حالات متعددة تمام لحد الآن؟ يعني بجيب عشرين بني آدم كلهم شرط أساسي إنه معاهم نفس المرض أو نص التشخيص تمام؟ أو نفس العامل المتعرض إلو يعني كلهم بدخنوا أو كلهم عاملاً كانسر وبدرسهم لازم group of patient تمام لحد الآن؟ تمام patient هي معلومة هفرعية إنه الناس اللي باخدهم مش لازم كلهم من عمان يعني ممكن مثلاً من أكثر من منطقة ممكن من إربط ومن عمان مش شرط نفس السورس مش شرط نفس المصدر اللي أنا باخد منه تمام لحد الآن؟ تمام بحدية عندك هنا بيحكيلك عندك هناك case series نفس الشيء نفس الشيء نفس المعلومة إنه أنت عندك هنا إنه هي بتعملها تسكريبشن بتوصف لك الحالات الخصوات السريرية التوزيعية لل patient كنت اللي عندي تمام؟ يعني والله حكيت لك بجيب علومات عنه باختصار تمام؟ تمام هذي يجولي شو المعال الجملة هاي؟ نحظة نفس الشيء إنه مجموعة من الناس تمام لحد الآن تمام وحدين اللي هو أنا بدرسهم ركز ما يحط لك أنه علومة مهمة جداً Be careful As the result Do not demonstrate temporal relationship يعني إنه والله مش أول ما تشوفهم تعطي علاقة عاطون مباشر أو تعطي جواب مباشر لا ممكن يكون والله إنه في أشياء مخبية مع واحد مع بي 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 ناس المرضى تؤثر على كل ال إنه ممكن يكون والله واحد تكون المرض عنده جاي قبل الثاني يعني عنده صين أعلى من الثاني أو سمطوم أعلى من الثاني يعني النتيجة اللي معي مش شرط تكون ثابتة بالعلاقات الزمنية يعني مش كلهم طوروا المرض بنفس الدقيقة أو بنفس الوقت ممكن يكون واحد عنده المرض أكثر تطوره من الثاني تمام لحد الآن تمام كيس سيريز بدلس مجموعة من الحالات مش حالة واحدة تمام لحد الآن تمام فهذه عندك هنا population survey approach إيش يعني population survey approach يعني استبانة مروح عند واحد مثلا مروح عند مرضى السكري مرطيم استبانة إنه شو بأكل في اليوم شو بيشرب في بعمل رياضة أو بعمل رياضة إلى آخرية فهذه الحالة بيصير بشكل روتيني بتعرفوا السكان لما يعدوا السكان هي survey نفس الشي لما يجيك مثلا والله على قروبكم واحد ينزل إنه عبويه الاستبانة بتفيدني نفس الشي population survey approach تمام تمام هاي المعلومة الدكتور حطها في السلايد بشكل فولت وحط عليها ألف عادة ألف مرة بيحكي لك إنه هي فقط خاصة في representative sample of population يعني مش كل الناس بعبوها لا مثلا شو بيحكي لك عندك هون بس عبوا ليها الناس اللي معوهم ضغط بس عبوا ليها مش كل الناس بعبوها إذن هي representative of the population فقط إلى عينة معينة من الناس مش كل الناس في الأردن بس جروب معينة من الناس يشتركون في خصائص في خاصية واحدة تمام لحد الآن يعني إيش أحفظ من هنا إحفظ مع إيش تعريف الكيس سيريز إنه حالة متعددة إفهم إن إفهم مش تحفظ إنه والله الكيس سيريز مش لازم نفس المنطقة ممكن ما ممكن ما تختلفين إنه هي تعطيني معلومات عن البيشنط وإلى آخرية تمام؟ مش تحفظ حفظ والله حفظ بصم إنه بالسؤال ما هيجيب لك والله شو خاصية الكيس سيريز بيجيب لك والله كسيناريو إنه جبت مثلا عشر بيشنط شو نوع الدراسة؟ تقول لهم مباشرة أنت فهم إنه هي الكيس سيريز أكثر من بيشنط مباشرة كيس سيريز الجواب تمام؟ لو وجه حقلك والله جبت لك مريد كان يركز معي كان يأخذ دوا بس لسه مثلا كان يأخذ مثلا دوا بيعمل هارت فيلر بس لسه ما صار مع هارت فيلر وإحنا حاليا عب نتابعه شو نوع الدراسة؟ كهورت هيك السؤال بيجي إنه حدد نوع الدراسة بيكون معطيك كوي كيس معطيك سيناريو بيحكي لك والله جبت واحد مع مرض مع مع إكسبوجر معين وقاعد بتابع فيه بمشي ورا شو نوع الدراسة هاي؟ بتحكي لك كهورت تمام؟ بيجيب لك واحد هم والله جبت لك عشر مرضى معهم نفس المرض شو نوع الدراسة هاي؟ بتحكي له كيس سيريز مش رايح تحكي لك والله يعرف لي كيس سيريز لا بيجيب لك دراسة سيناريو هو أنت بتعطي نوع الدراسة حسب فهمك شو هي الدراسة وكيف آلية التطبيقه تمامي حدد الآن؟ تمام؟ عندك هون حكينا هادي منروح هون The essential characteristics that we look to major in descriptive studies are يعني في عندك هون مجموعة من العناصر essential لكل دراسة وصفية اللي هو person, place and time person, place and time الفرد والمنطقة والtime كان عيشته ووقت ووقت الدراسة مثلا شو بحي مثلا أعطيك سريع مثال سريع مثلا عايش في الأردن في 2020 تمام؟ لازم في كل دراسة وصفية يكون فيها هدولة الثلاث elements الإنسان مكان عيشته والtime تباونه لأنه كل واحد فيهم بأثر على الدراسة بشكل معين مثلا لو إنسان عنده مناعة عالية هيكون الخطر إصابة الأمراض قليلة بالتالي عندك هنا على البحث لو إنسان عايش في مكان مليان حشرات تنقل أمراض بالتالي حيأثر عندك هنا عادة السيرش بمقارنة بإنسان عايش في مكان معزول لا يوجد شيء في أي مرض ممكن والله بـ 2020 أو 1920 ما كان في AIDS تمام؟ بالتالي احتمالية إصابة الإنسان بالإيدز زمان كانت zero point 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 zero one يعني كان مستحيل يصير معها إيدز ليش لأنه لم يكن أصلا فيه بس حاليا عندك عدد هائل جدا من الناس معهم إيدز بالتالي الوقت أو فترة زمانية اللي إحنا عايشين فيها أثرت بشكل كبير على البحث أو الريسارش اللي عندي تمام لحد الآن؟ إذن احفظ اللي عندك هنا person, place and time تمام؟ أهم essential يعني احفظ هذه الجملة إنه essential characteristics that we look to measure in the descriptive studies are place, person and time تمام لحد الآن؟ تمام؟ على الصفحة اللي بعدها بيحكلم عندك هنا حيشترح لكيها واحد واحدة person since disease does not occur يعني مش والله واحد بيكون قاعد بيصير معاه مرض لا لازم بيكون عنده مجموعة قسمه إنه يصير معاه مرض يعني والله خناحك مثلا Influenza virus H1N1 تمام؟ هذا virus Influenza لو واحد منعته في السماء يعني منعته كثير قوية مش طرح يصير معاه مرض لو واحد المناع عنده ضعيفة سيصير معاه مرض بتلع عندك هنا خصائص person تؤثر لي على آلية عمل البحث أو إلى آخرين تمام لحد الآن؟ تمام what kind of people tend to develop a particular disease يعني شو نوع الناس أو شو الإنسان اللي بيطورها المرض أو اللي بيخلي المرض يصير فيه تمام لحد الآن؟ تمام وبرضه who tends to be spirit يعني مين حينشره؟ يعني شو الخاصية اللي بتخلي الإنسان ينشر المرض تمام لحد الآن؟ تمام وشو الـ unusual في هالناس؟ يعني والله شو المختلف بمحمد انه صار معه كوليرا وعمر ما صار معه كوليرا معينهم إخوان شو الخاصية في محمد انه خلت يطور كوليرا؟ وقالت محمد يكون سليم تمام لحد الآن؟ فاهمين على اللي بعده هون حفظ الـ person factor الـ age مثلا 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 سريع الناس اللي كبار بالعمر عندهم المناع عندهم ضعيفة بالتالي أكثر عرضة يصير معهم مرض بالتالي الـ age أثر لي على البحث تمام؟ الجندر مثلا عند الإناث خاني يحكي انه خطر الإصابة breast cancer أعلى بكثير من الذكور ليه؟ لأن الإناث عندهم هيرمونات أعلى من الذكور تمام لحد الآن؟ تمام هذا كله حفظ يعني حاليا بس هذا إنسانية بس فهم لي أنه الدزيز ما بس فيه بشكل عشوائي وفهم لي أنه عندكم وحفظ لي الـ person factor تمام لحد الآن؟ تمام الـ place عشوائيا في المنطقة أو الـ place يؤثر على الدزيز بشكل معين من أول شيء geographic place إنه المنطقة اللي هو عايش فيها زي ما حكيتك خط الاستواء وإسلندا كل واحد يجوها من القرى الأرضية يعني إسلندا تعطيك مرض مستحيل تلاقيه في الاستواء خط الاستواء ليه؟ لأنه فيه عوامل في مكان ساكل الناس في إسلندا أثرت على حدوث المرض عندهم وهاي العوامل غير موجودة في خط الاستواء تمام لحد الآن؟ تمام حفظ لي عندكم إنه في الـ place والـ person والـ time إنه ما بسرعة هنا شو العوامل لكل نقطة من هالنقاط تمام لحد الآن؟ تمام على اللي بعديه عندك هنا time نفس الشي بالضبط person place time نفس الشي الدزيز ما بسرعة بشكل عشوائي و احفظ لي الأشياء الوقت مثال سريع عندك هنا اللي هو date of onset يعني متى الانسان صار مع المرض تمام؟ لو أنا نجيب الانسان مع ايدز وانسان مع ايدز الاثنين معهم ايدز يعني X عنده ايدز و Y عنده ايدز تمام؟ يعني X عنده virus HIV عنده virus HIV ولكن X صابوا الفيروس من ستين سنة و Y صابوا من يومين سيكون الساين و السمتم عند X أعلى بكثير من الساين و الساين يعني لما اعمل بحث و اجيب X و Y هلاحظ انه X تبه ميت بس Y مش ميت بس X و Y معاهم نفس المرض بالتالي time متى ما دخل المرض اثر لي بشكل كبير على الريسيرش و على البحث اللي عندي بالتالي لازم اعرف انه ممكن يجبلك سؤال انه all the following بؤثروا عن الريسيرش الريسيرش و الريسيرش و الريسيرش ولكن هضلك عنده هنا كمان Geology وتحط مباشرة انه الريسيرش لا تؤثر على الوقت تؤثر على الوقت تمام الاسئلة كثير واضحة سيأتي الاسئلة هتكون جدا واضحة تمام بس كل time و شو الفاكتور بأثر عليه تمام لحد الان تمام الدكتور رجع حط للكونسيرش مرة ثانية هون Hipo شو حكا عندك هون حكا ممكن البحث ما يكون فيه ولا أي Hipo كيف يعني انو والله بجيب عندك هون على الاردن بحكي والله الاردن بجيب معلومات على الاردن أردن مناخ كان هيك تقع هون كم بني آدم فيها كم بيت فيها و بسكر البحث في فرضية فش فرضية بس هو بحث تمام يعني هو بحث هو فيه معلومات فيه data فيه information بس هنفيش فيه أي فرضية أو أي Hipo بحث فهي معلومات تركض عليها كثير دكتور وحكاها مليون مرة وممكن البحث ما يكون فيه أي فرضية يعني السؤال كيف يأتي بحكي عندك هون بحث 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 لذا لدينا فرضية اول فرضية اسمها والثانية spell البحث بحث 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 بالحث بحث 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 لسه غير مكتشف انه والله علاقة موجودة تمام يعني لما انا نحفيك والله ايش جديد لنغ كانسر مع التدخين تمام ما فيش اي حد اثبتها فالفرضية لحد الان او العلاقة غير موجودة يعني there is no association between smoking and lung cancer هيك العلم تمام لحد الان بالعلم انا بدي اثبت عكس هالفرضية تمام انا عم بشتغل لحتى اثبت لك انه لا فيه علاقة تمام فلنل انه فيش علاقة فرضية اللي انا بدي اياها اللي هي الالترنتف هايبو تيسز انه لا فيه علاقة تمام فانا بشتغل لحتى ارفض لك الفرضية الشائعة حاليا انه فيش علاقة لحتى اعطيك علاقتي اللي هي الالترنتف هايبو تيسز تمامي حد الان تمام بعدها عندك هون حكيتك يا سريع انه ال H0 عبارة عن there is no association H1 there is no there is an association يعني الاولى فيش فيه علاقة والثانية فيه علاقة حطى لك هون معلومة انه ممكن يطلع معاي فيه علاقة بس جاي بشكل خاطئ يعني جاي بشكل بسبب بيس بسبب chance يعني بس بصدفة صارت معين فيه علاقة صارت معي بصدفة اذا هي فيش علاقة فعليين بس صارت معاي فيه علاقة بصدفة تمامي طبعا صوتين بحو انا بحكي بس ماشي another type of framing ايش يعني؟ يعني لما انا احط علاقة او association ما اعتمد على تجربتي او ما يجدخل في ال experimental شو بحكي لك حندك هون what is the best estimate of the risk of the disease in those who are exposed compared to those who are not exposed ايش يعني؟ يعني والله اذا ما اعكيت لك بالضبط في مثال الكنسر سبحان الله اخدنا من كل امثلة مثال الكنسر اللي هو عبارة عن شو؟ واحد مدخن عشرين واحد مدخن عشر واحد معالن كانسر خمس طعش منهم مدخنين وخمس منهم مدخنين فرضا 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 او تجاربي الى اخر هي حكيت لانه فيش علاقة بين التدخين واللن كانسر بس من خلال ملاحظتي واحصائياتي لا اللي بدخن عرضا ينصاب ثلاث اضعاف اللي غير مدخن وباخد بناء على المنطق اللي طالي معاي وابناء على ملاحظتي يعني in my opinion يعني هنا اخوش بأسراك لديك اخي عني انه صح ان العلاقة عندي اعطيتن ان في شعاء الناتج اللي معاي انا اعطىين فيه علاقة او اعطاني انه فعلاً التدخين بيرفع خطر الاصابه في اللن ك مемуهو بلغي فرق بلغي الارساج تبعي بلغي الاكسبرمنتل وبعتمد بخصوص انه انا للدخين رفع الاصابة ثلاث اضعاف تمام لحد الان تمام انا احكي لك عندك هنا انه لما انا اعرف انه فيه علاقة بنتقل من تحديد انه هل فيه علاقة ولا فيه شي لحتى احدد كيف يأثر الاكسبوجر على الاوتكم يعني انا حطيت انه عندي علاقة انتقل من انه فيه ولا فيه شي علاقة لانه كيف تؤثر الاكسبوجر على الاوتكم يعني شو تفاصيل هاي العلاقة او شو تفاصيل هذا الاسوشيياشن تمام يعني انا حطيت انه فيه اسوشيياشن ولكن هلأ بدل انتقل انه خطوة ستبع ديه انه شو طبيعة العلاقة بتوين الاسوشيياشن وبتوين الاكسبوجر والاوتكم تمام لحد الان اتقد هون اخر صفحتين وخلصها التفريق الثاني هون بحكي لك عندك هون انا كيف بدي اعبر عن فرضية يعني كيف ممكن تكون الصياغة تبعت الفرضية يعني انا بفترض انه بعد العملية ستتحسن تمام انه اول اول نوع من انواع الاكسبريس هايبو هذا اول اشيي يعني انه انا بفترض انه انت بعد اكس من الزمن ستتحسن هاي فرضية ولكن قائمة على توقع على احداث راح تصير اثناء عندك هون فرضية تنص على انه فيه علاقة بين اكسبوجر والاوتكم ممكن انصيق فرضية تنص على انه فيه علاقة بين اكسبوجر وبين اوتكم مثال لحكم اقرأوه البعضية عندك هون ركز معاي هون اشي كتير مهم ممكن ما حكى لك عندك هون مسبب وناتج مش كوز افكت لا علاقة مش علاقة سببية اهم جملة هون مش علاقة مسبب وناتج لا علاقة هنا عندك هون سججت سججت كوز افكت علاقة يعني عندك هون ممكن اصيق الفرضية مشكل عندك هون انه تعطيك عندك هون مسبب وناتج شو فريق بين هادي وهادي هون كوليسترول لا يسبب عندك هون مثلا اللي هو الانجاينا او الذبحة الصدرية ولكن يساهم ويرفع خطر الاصابة فيها بس هون اللي بدخن هيكون سبب رئيسي في اللونج كونسر يعني هون الكوليسترول رفع خطر الاصابة بس هون صار كوز وصار مسبب هون صار كوز وصار كوز وصار كوز ابداكن متصار مسبب هذا هيكون جزء من نل والالتناتب فاشقوا عنه رح نرجع له بعدها هون صار كوز وصار كوز وصار كوز هل هاي فرضية قوية جود ولا بور ضعيفة كم عندي ادلة يعني الواجبات السريعة مرتبطة مع الكنسر فيش اي ادلة فيش افيدنس فرضية ضعيفة اما البابلومافيروس مرتبط مع السيرفيكال كانسر يعني هذا اشي مثبت واشي معترف في انه لانه في ادلة يعني هون فيش ادلة انا مشيف دلائل و ادلة ملموسة انه الوجبات السريعة بترفع من الكنسر لو حكيت والله الجنك فود بيرفع من القلب او مرض القلب احكي لك اه فيه كوليسترول بيرفع خطر الاصابة بس ما فيش اي ادلة او افيدنس تؤدي الى انه ان الجنك فود يرفع من خطر الاصابة في الكنسر تمام لحد الان تمام بالتالي هي بور هايبوثيسس اما القود هايبوثيسس عبارة عن شو انه والله هاي الفرضية في الها ادلة في عندي انا والله انه درسوا ولاقوا انه مليان عند الناس البابلوما فيروس يعني موظم الاناث او اللي عندهم البابلوما فيروس عندهم هايبوثيسس هو عبارة عن قائمة على افيدنس اذا هي فرضية قوية والاولى فرضية ضعيفة ليش لانها غير قائمة على ادلة دام لحد الان يا جماعة هي خلصنا احنا اول تفريغين اول ثلاث ملفات اذا حد اندو سؤال قبل ما اطفي يسألني على البث سريع يقول ما اطفي يعني في اي اشي اخذنا الزمان محاضرة واحد بارت واحد بارت اثنين يقول ما اطفي البث قائمة اذا المحصوتي او انا قاعد اشروح اذابي سؤالي يا جماعي انا واحد اندوامي قائمة اتفغيق لاندي بايوكي باكي مستري تفريغ هل مئلو هل مئلو